طيب خلينا قبل من نخش في الصحف وعنوين الصحف العالمية عندنا شوية أخبار نتكلم فيها مع حضراتنا خبر مهم جدا طبعا لنادينا العظيم النادي الأهلي اللي بيستعد للمشاركة في بطولة كاس العالم للأندية في الإمارات. النهاردة الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا أعلن يمكن القائمة المبدئية اللي هيشارك بيها ان شاء الله النادي الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية في الإمارات. واللي بيستعد طبعا لنادي الأهلي في الشهر المقبل إن شاء الله في المشاركة في هذا المنديال زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا كمان سي في رائع لكاس العالم للأندية البرونزية في طبعا العام الماضي. وإن شاء الله نروح لأبعد نقطة في كاس العالم للأندية في إن شاء الله في أبو زب. إن شاء الله حضراتكم عارفين أن البطولة من يوم 2 فبراير لغاية 10 فبراير والحمد لله زي ما بقول لحضراتكم عندنا يعني لعيبة إمكانياتها تؤهلها إن شاء الله نحن نوصل لأبعد نقطة في هذه البطول. القايمة الحمراء اللي أعلن عليها أعلنها الفيفا النهاردة اللي هتمثل نادينا النادي الأهلي في كاس العالم للأندية في حراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير وحمزة علاء. خط الدفاع قرامي ربيعة محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف. ما بين قوسين إن شاء الله يكون بدر بنون. في حال التعافي بدر بنون إن شاء الله يكون متواجد. كل التمنيات طبعا بالشفاء العاجل للنجمينة الكبير المغربي بدر بنون. معاهم في خط الدهر محمود وحيد علي معلول كريم فؤاد محمد هاني أحمد كوكا محمد أشرف وأكرم توفيق طبعا. يعني مش هيكون أكيد متواجد. نتيجة طبعا إصابته بالرباط الصليبي كمان. خسارة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي. طبعا أكرم في أعلى معدلاته الفنية والبدنية. بنخسر مجهوداته. لكن إن شاء الله يتواجد إن شاء الله في أعلى فرصة خمس ستة شهور. إن شاء الله بإذن الله. أنا عارف أكرم كويس. عنده إرادة قوية جدا. عنده عزيمة كويسة جدا. وإن شاء الله يكون متعافي إن شاء الله خلال ستة شهور. خط النص إن شاء الله. حمدي فاتحي. عمر الصلية. أليو ديانج. حسين الشحات. وليد سليمان. مجدي أفشة. محمد محمود. بيرسي تاو. طاهر محمد طاهر. وميكي سوني. أحمد عبدالقادر. عمار حمدي. صالح نصر. محمد فخري. زياد طاري. ده طبعا في خط النص. وزي ما حضراتكم شايفين. 3-4-5 أسماء من ولدنا. اللي عاملين أداء أكثر من رائع. كمان في كاسر ربطة ليل الأندية المحترفة المصرية. في أمام نادي الإسماعيلي الزهر. بقى ده أكثر من رائع. وهو ده المكسب الحقيقي من هذه البطولة. آه. عايزين ناخد الكاس. لكن المكسب الحقيقي. أعتقد مسماني. بيتعامل باحترافية كبيرة جدا. وبيقدم للمستقبل. وده مهم جدا جدا. أن أنت تشتغل على الحاضر. والمستقبل بيقدم لنا مجموعة من اللعيبة. إن شاء الله. تكون أساس البطولات في الفترة اللي جاية. من ولاد وبرائم وناشئين النادي الآن. خط الهجوم. إن شاء الله سيكون حسام حسن. وطبعا محمد شريف. وصلاح محسن. ده على مستوى نادينا العظيم. واستعداده لكاس العالم للأندي. طيب.